عموما على أقل يبقى اسمه مقنع للجماهير عشان لو لم يوفق يبقى النادي الأهل يقول أنا جيبت اسمي كبير فده نقطة مهمة غالبا الكابتن سامي قمصان كابتن سيد عبد الحفيز هيكمله مع الجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي عشان هما الأكثر دراية حتى نهاية الموسم على الأقل ومش اللي يعني كنت طبعا مداربة للحراس دول هكمله نهاية الموسم غالبا عشان هما اللي عارفين الفريق مع المدير الفني الأجنبي اللي هيبقى موجود في النادي الأهلي خلال أيام فريرا مدرب رؤى ومدرب كبير وبشتغل في ظروف في منتهى الصعوبة قايمة أصلا فيها نقص كبير في نادي الزمالك بسبب أزمة القد إصابات بالجملة مضطر يلعب بالناشئين وسبحان الله ربضرة النافعة إنك تلعب بمجموعة من الشباب والناشئين في الظروف دي هتطلع لنادي الزمالك على الأقل مع نهاية الموسم 3-4 لعيبة ممكن تعوض بيهم صفقات كنتنا وتشتري بيهم لعيبة بأسعار باهزة فالدنيا هتزبط مع نهاية الزمالك المهم إنه يبقى فيه دعم لفريرا عشان الأيام اللي جاية ممكن ممكن يبقى فيها أزمات من اللاعبين الكبار لما تلاقي لعب الشاب هو اللي بيلعب مكانك لما تلاقي لعب الصغير هو اللي بيلعب مكانك ممكن تتدايق النهاردة سامي قمصان وفريرا اتفقوا بعد المباراة في تصريحاتهم إنه فيه إرهاق للعبين الدوليين واتفقوا كمان إنه كان فيه اللعيبة بتلعب شبه مصابة ومش جاهزة مية في المية النهاردة كان فيه أخطاء في الأربع أهداف تقريبا في الأربع أهداف كان أخطاء فردية واضحة محمد عبدالغاني ومحمد هاني وعلي معلول أخطاء كانت واضحة أخطاء فردية لكن كورة بنى لعب بنى حجمات ما كانش موود ما كانش موود النهاردة الزمالك كان ممكن يخطف المباراة والأهل كمان كان ممكن يخطف المباراة فرأيي إنه لو فيه إشادة نسبية لطرف عن طرف فهو يبقى الزمالك عشان الزمالك كان ظروفه أصعب ولو شفنا النهاردة أن الزمالك كان أفضل لغ منه الأرقام والكياسات ممكن ما تديش تفوق للزمالك لكن الزمالك أفضل عشان ظروفه صعبة غياباته كانت حقيقة مؤثرة عكس الأهل وإن كان الأهل كان عنده غياب كبير بتسمو سماني المدير الفني اللي كان بقاله فترة مع الفريق هذا غياب برضو مؤثر وكبير بس من زي عدد اللاعبين الكتير اللي كانوا النهاردة غيبين عن الزمالك للإصابة وخلافه وخلافه مباراة وخلصت تعالوا نمني عليها بقى تعالوا نمني عليها كمنظومة نستفيد بالشباب اللي لعبوا النهاردة نستفيد جدا عشان كده بدأت حلقة النهاردة نستفيد جدا نستفيد جدا من حكاية الروح الرياضية حلوة لقطة دي بالمناسبة انت كلاعب يقلع بغض النظر يعني ان القلع تشيرت دا كالونية هتاخد عليه انزار بس حماس وروح وفرح مع جماهيرك وانبسط ويبقى عندك اراضة بس بدون ما نعمل مشاكل بدون ما نغلط في الخصوة دا بيحصل في كل حتة في العالم عادي يعني ولعبة بتحضن بعض وبتسلم على بعض النهاردة بدلوا تشيرتات مع بعض يا أخي انت آخر مرة شفت الأهلي والزمالك لعبة القائلة وزمالك بيبدلوا تشيرتات مع بعض دا كان امتى انا مش فاكر في الفترة القائمة دي مش فاكر ايه دا اللي حصل دا النهاردة بالمناسبة بقى المباراة دي اقيمت في ظروف اللي نحن في الكورة صعبة المنتخب والتحاد الكورة وجهاز فني للمنتخب وخلافه فاحنا نسينا مباراة الأهلي والزمالك كلنا يعني انا مثلا ما ادعيش انه الاعلام طلع ونصح لعب الأهلي والزمالك بالتزام الروح الرياضية وارجوكم الروح الرياضية لا احنا كنا اصلا مش شايفين المباراة كلمكم بصراحة مشغولين مع منتخب بلدنا منتخب مصر وجهاز الفني وتحاد الكورة والحاجات دي كلها الكلام دا حصل من نفسهم وبصراحة هو غالبا حصل من نفسهم عشان ما كانش فيه دوشة على المباراة دات من قبلها بأيام لما بيحصل دوشة قبلها بأيام تلاقي فلان يقول لك اسلطوا ده هيعمل وده هيعمل وده هيعترض وده هيعمل أزمة وده هيعمل مشكلة ويتلاقي الموضوع يتوتر من قبل ما ينزلوا الملعب عشان ما كانش حد حاسس بالمباراة مشت بالشكل المثالي في الروح الرياضية دي يا رب تكمل ويا رب الجمهور كله يبقى شايف المنظر ده ويمشوا عليه شجع فرقيتك وحب فرقيتك وساعد فرقيتك وساعد فرقيتك وعمل انت عايزه بسي من الخناء والشتيمة من المشكلة ودائما بقول الجملة الشهيرة احنا منشجع لعبة دي اسمها لعبة كرة القدم لعبة كرة القدم في حد بيتخاني وبيلعب أو طبيعي يعني انك تتخاني وانت بتلعب بتستمتع انت بتلعب عشان تستمتع بتلعب عشان تتسلى بتتفرج على اللعبة عشان تنبسط فهي الأصل في اللعبة انك تبقى مبسوط تبقى فرحان تبقى سعيد مش بتتخاني بتتناحر بتعمل أزمة بتعمل مشكلة وده هضربه وده هكسره وده هشتمه وده هعمل ايه ليه ليه